إدراك الأهمية وقيمة مواصلة تطوير أليات العمل الشرطي لمهاجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية أعلنت وزارة الداخلية حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2022 وأشارت الوزارة أن الحركة تأتي مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواتل للقيادة الشرطية المستقبلية وفي هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالي تعزيز مدريات الأمن والجهات الخدمية الجماهرية بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط في إطار القواعد تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفية ترجمة نانسي قنقر